قطع التمويل هو العنوان العريض للمساعي الأوروبية من أجل التصدي للجمعيات المتطرفة التي تدعم الإرهاب مشروع قانون للحكومة الفرنسية ضد التطرف بهدف التصدي لتمويل الجمعيات المتطرفة فهل يكفي لقطع أيدي التطرف في فرنسا؟ تفاصيل هذا القانون وبنوده ومن يستهدف وآليات إقراره وتطبيقه كل هذه التفاصيل مع الزميلة كريستيان بيسري في هذه الفقرة من غرفة الأخبار مساء الخير كريستيان مساء النور يوسف لك وللمشاهدين إذن بعد أن اكتوت بنار الإرهاب أكثر من مرة انتهت فرنسا من وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون لمكافحة ما تصفه بالتطرف الإسلامي يهدف القانون لحماية قيم الجمهورية الفرنسية من كل ما يهددها ويعزز جهود مكافحة التطرف والإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك مكافحة الكراهية على شبكات التواصل من بين البنود المهمة التي يتضمنها مشروع القانون ضمان مثول المتهمين في جرائم تتعلق بالإرهاب والكراهية المثول الفوري أمام القضاء غير أن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو مراقبة وتعقب مصادر تمويل الجهات والجمعيات المشتبه في صلتها بالإرهاب ينص مشروع القانون على أنه يجب على كل جمعية داخل فرنسا تتلقى دعما ماليا احترام مبادئ وقيم الجمهورية ولتشديد الرقابة على مصادرها مصادر تمويلها وتتبعها ومعرفة مصدرها ينص مشروع القرار على اعتبار أن التبرعات الأجنبية التي تتجاوز عشرة ألاف يورو يجب التصريح عنها لجهاز الضرائب يعطي مشروع القانون صلاحيات أكبر للحكومة عبر وكالة تراكفين لتعقب الأموال لوقف جميع التدفقات غير المرغوب فيها وذلك لمعرفة من يمول من على الأراضي الفرنسية يتضمن مشروع القانون فصلا يحمل اسمه ضد الانقلاب ويهدف بشكل أساسي إلى منع سيطرة المتشددين على المساجد ويمنع المدانين بالتحريض على أفعال إرهابية أو على التمييز والكراهية والعنف من ارتياد أماكن العبادة وفيما يتعلق بالتعليم يشير القانون لمكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية ومنع التعليم في المنازل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة إلا في ظروف محدودة جدا ومع هذه الإجراءات بدأت بعض الدول ومنها قطر بمحاولة نأي بنفسها عن القضية خشية توصل التحقيقات لصلات بينها وبين جمعيات تعمل على الأراضي الفرنسية خاصة وأن أصابع الاتهام أشرت إليها في أكثر من واقع سابقة الجهود الفرنسية المكثفة على أصعيد أمنية وقانونية يرى البعض أنها يمكن أن تشكل نموذجا لتحركات الدول الأوروبية أخرى مستقبلا لمكافحة الإرهاب حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية الدكتور نيدال شقير أهلا بك دكتور نيدال بداية هل يمكن لمشروع القانون هذا أن يمرر ويتم اعتماده؟ مساء الخير كريستيون كما تعلمين هذا المشروع هو مشروع مهم جدا وهناك قبول كبير لهذا المشروع في فرنسا وهو يأتي في إطار الحملة الفرنسية لحماية الأمن القومي الفرنسي ابتداء من فرنسا والذهاب بعيدا حتى لحماية الأمن القومي الأوروبي نعتقد أن هذه التجربة ستعمم في خارج فرنسا وتأتي ضمن نطاق مشروع الانفصالية الدينية الذي بدأ به الرئيس إيميل ماكرون في بداية شهر أكتوبر وقد تم تسريع العمل ببنوده حاليا بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس فبالتالي هو مشروع مهم جدا والأكيد سيمر لأن مشروع الخطة الفرنسية تقضي أنه خلال تقريبا أربع سنوات ستحاول القضاء على كل ما هو تأثير أجنبي على الداخل الفرنسي خاصة أننا نتحدث عن التأثير الديني والإتجار خاصة بالدين الإسلامي داخل فرنسا طيب فيما لو مرر هل تعتقد بأنه محكم أم دونه ثغرات يمكن أن تنجح هذه الجمعيات بالالتفاف عليها؟ المشكلة في فرنسا أن كافة القوانين لا يمكن أن تكون قوانين كاملة نحن نعرف هناك أيضا قوانين تقابلها قوانين أخرى الأكيد أنه سيكون هناك ثغرات في هذا القوانين لكن أيضا مع هذا القانون هناك قوانين طوارئ وقوانين الإرهاب أعتقد أن هذه التوليفة من القوانين تستطيع أن تحد إلى حد كبير من الجماعات المتطرفة والهدف الرئيسي والذي يمكن أن يحقق أهدافه هو فعلا قطع أوصال الارتباط بين هذه الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالدين داخل فرنسا مع الدول التي تدعمها بالخارج فأعتقد أنه ضمن هذه الجهود والتي هي بدأت حتى قبل إقرار القانون نحن نعرف اليوم تم إصدار قانون لحل جمعية التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا وهي جمعية كانت مرتبطة فأعتقد أن كل هذه القوانين ستساعد بشكل أساسي ورئيسي على فعلا على تحقيق شيئ ما لكن أكيد يجب أيضا تعديل قوانين أخرى من أجل أن تتماشى مع هذا القانون طيب من بين البنوض أيضا التي ذكرناها غير قضية تمويل الجماعات الخيرية هناك قضية التعليم بأنه يمنع تعليم الأطفال دون أو فوق سن الثالثة في المنازل وأيضا قضية إبعاد الذين ينشرون الكراهية عن المساجد عادة ما كانت بعض الأصوات تتعالى في فرنسا في هذا الشأن بأنه يجب احترام مبادئ الجمهورية الفرنسية وهي حرية التعبير المطلقة هل تعتقد بأنه سيكون هناك أصوات منددة بهذين البندين؟ هذان البندان هما بندان مهمان جدا نحرف خاصة أن عملية إدخال الأطفال إلى المدارس كانت عملية اختيارية حتى سن السادسة والآن أصبحت إجبارية بسبب التأثير السلبي وأيضا هناك شيء مرتبط أيضا بتعليم اللغة العربية هذا شيء مهم جدا لأنه نحن نعرف المشكلة هناك جليات عربية كبيرة وجليات مسلمة تريد لأبنائها أن تعلم اللغة العربية وليس هناك مجال أمامها سوى تلك المدارس الدينية التي أصبحت بعض منها أكيد وليس كلها أصبحت أوكارا لتعليم التطرف فبالتالي هذه الأمور أكيد سيكون لها ناس ترفضة أكيد تلك الجماعات لن تقبل بهذا الأمور لكن هذا أمر واقع نحن جميعا فرنسيون نعيش على الأراضي الفرنسية فالحد الأدنى من الأمور أن نقبل بالقيم الجمهورية التي موجودة على فرنسا هذا الحد الأدنى من الأمور هل تعتقد بأن مشروع قانون مماثل يمكن أن يثير عند بدء تطبيقه اضطرابات أمنية ما أو مظاهرات من قبل المعترضين عليه؟ لا أعتقد ذلك لأن هناك إجماع فرنسي كما ذكرت لك هذا الموضوع هو يأتي في إطار حماية الأمن القومي الفرنسي نحن نعرف كل هذه الجهود أتت بعدما أيقنت فرنسا وأيقنت أوروبا بشكل عام أن الخطر الذي تددها هو خطر داخلي وليس خارجي فبالتالي بدأت بهذه الأمور لحماية الأمن القومي من الداخل فبالتالي هذه الأمور هي مهمة جدا وهناك قبول بها الأكيد أن تلك الدول وتلك الدول الداعمة وتلك الجماعات لن تقبل بهذا الأمور وربما تتحرك وبالتالي هناك أخطار أمنية أخطار محضقة في فرنسا ممكن أن تؤدي بسبب هذا لكن أعتقد أن الأمن مستتب وهذه الأمور ستكون لها تأثير مهم جدا على مستوى بعيد نحن اليوم مثلا في عملية إيقاف هذه الجمعية جمعية الإسلاموفوبية وهي قد نقلت مقر عملها إلى الخارج نرى جدية الجدية الفرنسية في الذهاب بعيدا والذهاب للآخر في هذا الموضوع شكرا جزيلا لك أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية الدكتور نيدال شقير كنت معنا مباشرة من باريس عود إليك يوسف شكرا جزيلا لك كريستيان